كاري ستودينتي كاري ستودينتسة أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من حلقات برنامج البث المباشر للغة الإيطالية للصف الثاني السنوي برحب بكم ومعي النهاردة سينيور ريمون إحنا النهاردة المفروض أن احنا عاملين ريباسو على ونيتاك واترو الوحدة الرابعة أو الوحدة الأولى من منهج الصف الثاني السنوي في الترم الثاني وحنعمل ريباسو بتاعنا ده عن طريق أن احنا نستعرض مع بعض نموذج امتحان كامل يلا بينا نبتدي وأول سؤال طبعا بيكون قطعة الكمبرينسيون بقطعة الكمبريهنشن نقراها مع بعض اللي طلبتنا بسم الله الرحمن الرحيم احنا هنا أكيد في ونيتاك واترو بنكلم عن فكرة عيد الميلاد والحفلات فبيقول لي أول حاجة الكمبلي عنه دي سارة بما أنها عيد ميلاد سارة فأنا هقراها بعد إذنك بقى سينيور الكمبلي عنه دي سارة عيد ميلاد سارة استعته لدومانيكا كان يوم الحد وطبعا لدومانيكا سكورسا الأحد الماضي وبالنسبة لهم لدومانيكا ده بنقول عليه الفينيس الثمانة نهاية الأسبوع أو الجورن في ستيف ويوم العطلة يوم الحد ميلادها كان الحد الفات لسوة كارا أميكا صديقتها الكارا كارا يعني الغالية أو العزيزة ماريا نوني أنداتا لفستا ما رحتش الحفلة ليه كده ماريا؟ بركي أنداتا إن قن جران دي نيجوتسيو لأنها راحت أو ذهبت في محل كبير دي سكي دي سكي اللي هي السيديهات أو الأستوانات أكوم برارة ونريجا على سارة عشان تشتري سيدية السارة يبقى أكيد كانت حتسترالها دي سكو أو تشيدي كانت حتسترالها النواهو تشيدي دي تتسيانو فارو السيدي الجديد لمغني إيطالي مشهور اسمه تتسيانو فارو كانتامت إيطاليانو مولتو فاموزو هو مغني إيطالي مشهور جدا أكوم براتو يلتشيدي هي بالفعل اشترت الالسيدي ما قادي منتكاتو في ديمنتكاري فعلي مهم جدا معناه ينسى ولكنها نسيت نسيت إيه؟ لطزا عينو الحقيبة على فرماتا دي اللاوتوبوس في موقف الأوتوميز زي ما عمل صاحبنا باولو قبل كده وقلنا عليه أنه هو آلة تستفرال نوفو يعني دماغه مش فيه كمان صاحبتها ماريا عملت نفس الحكاية راحت اشترت الهدية وحطتها في الشنطة بس نسيت الشنطة على فرماتا دي اللاوتوبوس عبر سوتوتو فقدت كل شيء الرجالو الهدية تشيلولار الموبايل يعني كيابيو كمان المفاتيح ماريا تورناتا أكازا مولتو تريستا رجعت البيت زالينة جدا حزينة جدا طبعا آمن دات وقون إيميل أسارة وبعتت إيميل لسارة وأسكرتو كتبت لها في الإيميل تمت يا وجوري يعني سنة حلوة جميل أسبي جعتو توتا توتا لسطوريا وشرحت لها كل الحكاية دي كده حكاية ماريا وسارة يلا بينا نشوف الأسئلة سينيور تفضل حضرتك يلا بينا نحل مع بعض الأسئلة يا شباب السؤال الأول بيقول كيكوزا آمن داتو ماريا أسارة ماذا أرسلت ماريا لسارة يعني ماريا بعتت إيميل سارة بعتت إيميل يا شباب نفتكر مع بعض هي بعتت لها بعتت لها إيميل إيميل يبقى الإجابة عندنا هتبقى إيميل هتبقى إيميل طبعا كلمة إيميل بنفكرهم ممكن تكتب بحرف الإيميل وممكن تكتب من غير حرف الإيميل في الحالتين هي كلمة من الكلمات المؤنس تفضل يا سينيور السؤال الثاني كي إي تزيانو فرو كي إي تزيانو فرو يعني مين هو تزيانو فرو تزيانو فرو ده يا شباب ده كانت إيطاليانو فموزو أو مطرب إيطالي إيه مشهور أكيد للاختيار الأولي أما السؤال رقم ثلاثة دوووه ها دمينتيكاتو إيل چلولار دوووه يعني أين ها دمينتيكاتو لسا سينيورة سور أيلانا ها دمينتيكاتو يعني إنسا چلولار نسيت فين الموبايل نسيتو في الحقيبة ونسيت الحقيبة على فرماتة للأوتوبوس اللي هي اسمو الأوتوبوس أما السؤال الأخير نوميرو كواترو ماريا بيرسو ماريا آ بيرسو بيرسو ده التصريف الثالث من فعل بيردري بيردري اللي هو بمعنى يفقد أو يخسر يفقد أو يخسر أو يضيع وهنا ما هي ماريا ضيعت إيه هو بيقولي ضيعت صولو بس سلسدي ولا صولو الكيار ولا بس المفاتيح ولا صولو الرجال ولا لوتزاينو كله طبعا هو قالي إنها نسيت كل حاجة الحقيبة جواها كل حاجة أكيد بقى الاختيار بي لوتزاينو أما القطعة التانية في أي امتحان سينيور سينيور ريموني تفضل هنعكس بقى الأدوار المروض تمام القطعة التانية عندنا بتقول سونو جوليا أنا أكون جوليا وجاء لادومانيكا النهاردة الحد ولسه سينيورا إعلانا لادومانيكا ده الفينيس التمانا إن إيطاليا أو نهاية الأسبوع في إيطاليا إديو فستجو الميو كومبليانو وأنا بحتفل بعيد ميلادي أرجانيزار تنظيم أنا فستا دي كومبليانو تنظيم حفل عيد الميلاد نوني سامبليش مش بسيط أو مش سهل يعني برقوستو لهذا الشي أو بريباراتو أنا أعديت أنا جهست يعني أنا بريبة لستا بريبة يعني مختصرة وليستا طبعا حتى في الكلمة العربية الدرجة أو في النصرية الدرجة كلمة لستا يعني قائمة أو لستا يعني يبقى أنا حضرت لستا موجزة كون لكوزة بالأشياء كديف الفارة اللي أنا يجب أن أفعلها حضرت حاجة موجزة أو لستا موجزة بالحاجات اللي أنا هعملها أول حاجة الفينردي يوم الجمعة ومن داتو مستجيني أنا هبعت رسائل رسائل قصيرة مستجيني اللي بتسوي كلمة اسم اس للمدعوين مين بقى المدعوين دول يا شباب النقطتين دول بتوضح لنا مين هم المدعوين ليا ميتشي الأصدقاء لتزي العمام إي نوني والجدود دا يوم الجمعة يبقى يوم الجمعة نبعت رسائل قصيرة للمدعوين السابة بقى اللي هو يوم الساب وأيوتات لما دري أنا ساعت ماما أبر برار في إعداد لتورتة في إعداد التورتة وكمان الحلويات استمتتنا هذا الصباح أنا اشتريت فستان جديد طب استمتنا اللي هو هذا الصباح قصده صباح يوم أيها برافو هنرجع لكلمة النهار دا الحد يبقى صباح صباح يوم الحد آخر جملة عندنا توتو ايه برونتو بر اونا فاستا فانتاستيكا توتو يعني كل شي برونتو جاهز بر اونا فاستا فانتاستيكا عشان تبقى الحفلة رائعة نبدأ بقى مع بعض في الاسئلة اول سؤال هنا هو بيقول كيكوزا افقت جوليا يل سابط وعملت ايه جوليا يوم السبت وفي القطع قال ان نحن النهار دا الحد وقال يوم الجمعة امان داتو مستجي بعدت رسائل وقال مبارح هو في القطع هنا قال ايه قال السابط حدد وقال السابط ساعدت ماما في اعداد التورطة والحلويات صح كده سنيور اه مظبوط كده يبقى هنختار اكيد الاختيار الاولاني يبقى اه 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 اما السؤال الثاني بيقول جوليا اكومبراط الفستيتو جوليا اشترت الفستيتو النواف الفستيتو الفستاني الجديد امتا في القطعة قال استمت تينا ساعتها حضرتك سألت قلت استمت تينا دي المقصود بيها ايه فقلنا النهاردة الصبح يعني النهاردة يعني هو في بداية القطعة كان فوق اي لدومانيكا النهاردة الحد يبقى هي اكيد اشترت الفستيتو يوم الحد الصبح كده الاختيار بتاعنا المناسب حيكون اكيد دومانيكا ماتينا دومانيكا ماتينا يعني الاحد صباحا بالنسبة للسؤال رقم 3 بيقول كي ابر باراتو لطورتا مين اللي عمل بقى او عد التورتا وفي القطعة ذكر التورتا سينيور وقال انها يوم السبت قالت او ايوتاتو لامادر انا ساعدت ماما في اعداد التورتا ده معنى كده ان اكيد مش سولو جوليا مش بس جوليا ولا سولو ولا مادردي جوليا ولا فقط ماما جوليا ولا الاصدقاء والاعمام والاجداد دول كانوا المدهوين يبقى اكيد الاختيار المنسب هيكون الاختيار نامره بي اللي هي جوليا سوى معدراك جوليا وماما والسؤال رقم 4 والاخير بيقول كزعفة جوليا بريما بريما يعني في الاول هي جوليا اول حاجة عملتها ايه وقال بالترتيب كده انها عملت قائمة مختصرة علشان تشوف هي وراها ايه تعمله صح كده سينيور اه صح كده مظبوط ده كان يوم الجمعة كان يوم الجمعة معنى كده انها بيقول هي عملت ايه اول حاجة كلمة بريما هنا اول حاجة عملتها انها عملت يعني قائمة او لستة بالاعمال او بالمهمات اللي هي المفروض بتعمل وبعد كده السؤال اللي بعد كده احنا كده خلصنا من البرت الاولاني في اي امتحان بيبقى قطعتين كومبرينسيوني اللي هي كومبرينشن او قطع الفهم وطبعا الاستعداد لقطعة الفهم بيكون عن طريق حفظ الكلمات والحل الكتير ونحنا نقرأ المحاسة بتاعة الكتاب علشان طبعا بتفيدنا في المضمون اللي احنا بنحل عليه طول للسنة اما السؤال التاني سؤال المواقف واحنا متعودين ان السؤال المواقف بتاعنا دايما بيبقى اشلطة يعني باختيارات وكمان بيجيبلي مش بس اختيار ولا اتنين ده بيجيبلي خمس اختيارات والمفروض ان انا باختار انثب في حفلة عيد الميلاد ديكو ايه هقول ايه يا شباب في حفلة عيد الميلاد هنقول ايه هنقول اكي اللي هو او دي الاغنية اللي تتقل في ايطاليا في عيد الميلاد سنة حلوة يا جميل او مثلا دي اول حاجة اكيد بعد كده يعني فيجورتي فيجورتي يعني لا عليك ودي بالرسباند اللي هو برد بها الشكر يعني ولا شي هنقول زي ما تقول شي كده يعني او ما فيش بنا شكر ولا حاجة ده برضو تمام اكيد بلانتيري مش مناسب برضو بلانتيري يعني يعني بكل ترحيب او مثلا بستخدمها براتش تريونين فيتو مثلا اقبل دعوة اختياري المتبقي ايه با ايه با ايه 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 وممكن كمان يا شباب ممكن ايه حاجة تالت لو 100 دي قوتي جورنو او 100 دي قوتي يعني او بالميت سنة اما رقم اتنين بيقولي كواندو دي كوين استعتفاك عنه في الصيف الجو حر انا اكيد السيزن يعني الفصل اه الفصل او الموسم السنوي ممكن لان انا هنا قلت فوق استعت يبقى ممكن دي يكون اختيار مناسب يطرع انا هنا بقول التامبو التامبو اللي هو تيجي بمعنى الجو او الوقت فعلا او الطاقس ماشي لان اكيد دي مش اطاة مش ايجي مش عمر مش ابي ومش ضعت اعطة تاريخ يبقى اكيد هنا الاختيارين خلاص بعد ما لفنا عن خمس اختيارات اكيد الاختيارين المناسبين حيكونوا الاختيار نومرو ا والاختيار نومرو ب اللي هو التامبو الموقف رقم تلاتة تفضل معنا يا شباب او جي ايه قطور ديش فبرايو النهار ده 14 فبراير انتو عارفين 14 فبراير ده ايه طبعا عارفين يبقى هقول ايه اول حاجة يعني عام جيد او عام سعيد يعني ولا ب بون سان فالانتينو اللي هو هبي فالانتينز دي اللي هو كل عيد حبه انتم طيبين يعني ولا سي عيد سعيد ولا عيد ميلاد او هبي بيرس دي يعني ولا عيد حب سعيد اه كلمة يعني حب طبعا يبقى انا اختار ا اختار ب بون سان valentino و ا بون فست dell amore طبعا اما نمر 4 بيولي او ايصانو او ايصانو انا اتوالت في شهر فبراير يبقى انا هنا ايه او اشير الى الميو او عيد ميلاد او او انا او انا اتوالت في شهر فبراير او 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 الوصف بتاعي لا مالهاش علاقة بالوصف الميو او او بريفريتو اللي هي هواية المفضلة لا دي مش هوية انا بقول اتوالت في شهر فبراير دي مش هوية لم ادعت ادي ناشيتة طبعا ناشيتة دي جاي من فعل ناشية يتولد اللي هي تاريخ الميلاد اه ممكن لان انا قلت اتوالت ان دي ايو صانو ناشيتة في شهر فبراير واند ان دي كو الميو كمبي عنو كمان لم ادعت دي ناشيتة ويبكده اعتقد احنا كده خلصنا السؤال كمان التاني في الامتحام بتاعنا اللي هو سؤال السيطواتسيوني الموقف دخلنا كده وصلنا الجزء بتاع الجراماتيكا الخاص ب الوحدة الرابعة او الاولى في منهج الترميتج نبتدي سينيوري تفضل اول سؤال بيقول كواندو ستيفانيا متى ستيفانيا وطبعا بختار اختيار واحد بس هاختار ايه بقى ايه ناطو ولا ايه ناطا ولا ناشر ولا سنو ناطا طبعا ستيفانيا ديها شباب بتساوي لي صح هي يبقى اختار ايه مفرد معنس يبقى ايه ناطا يبقى كواندو ستيفانيا ايه ناطا يعني امتى ستيفانيا تولاد تسيار اما الجملة نمر دو بيقول راجعت سين بركانون اشيرة هنا بقى هندخل على جزئية تانية ده احنا هنا بيسألني في زمن الماضي وبيسألني اذا كنت هحتاج الفعل المساعد بتاعي اسرة ولا وطبعا دي الجزئية اللي وضحها سينيور ريمون في الحلقة اللي فاتت ان الافعال دي افعال من اعتبرها ملهاش رأي دي بتاخد الفعل المساعد على حسب المصدر التالي لها وطبعا هنا المصدر الفعل اشيرة وفعل من الافعال اللي لون عليها افعال الحركة وده دي بتاخد الفعل الاوزل ياري اسر اكيد يبقى انا اختار اختياري او انا هنا بس اقل في سؤال تاني اللي هو التبعية طب لما قال لي راجعت سي اسم جمع مذكر يبقى اكيد تبعية الجمع المذكر بنفس الحرف حرف اي يبقى اكيد هيبكون الاختيار المناسب هنا سي او اشيرة يعني انتو لماذا ما اردتوش الخروج تفضل يا سينيور السؤال الثالث عندنا العائلة بتاعتي نوع تتعش في مطعم بيتزا هختار ايه دي يا شباب دي كلمة فاميليا كلمة عائلة يعني دي بتتعامل كأنها هي تمام يبقى انا هختار ايه بختار ايه ان داتا اللي الاجابة النامور دي اللي اخر واحدة خلص تمام نوميرو كواترو بيقول لي ماسي ينعتو طبعا هنا بس الف حروف الجر وحروف الجر اللي بتيجي مع الاعوام او السنوات طبعا طبعا الاختيار الاخير ده مش مناسب ده جاي غلط في الجملة اقول ماسي ينعتو اكيد هقول نل نلم نوميرو 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 تشينكوة نوميرو تشينكوة نوات استاتي فادو اني تاليا الصيف اذهب الى ايطاليا كلمة استاتي ده الصيف يعني ده فصل من فصل السنة بس طبعا شباب الفصل ده مش محدد يعني ولا بعد سنة ولا بعد صيف هاختار ان هاختار ايه ان استاتي يعني في الصيف الجملة نوميرو سي رقم ست بيقول اورا الان ايو الميو اميكو انا وصديقي طبعا طالب مني الفعل وهو وضح لي في اول جملة وقال اورا يبقى من غير من اللف كتير اورا دي كلمة دل على زمن المضارع انا اختياري هيكون ما بين يعني معنوي دايما الفعل في بينتهي بالمقطع ايامه يعني بنعمل الواجبات مع بعض ونوميرو ستة تفضل سي نون نوعة فينيرة الافستة فينيرة دا ايه يا شباب فينيرة دا فعل من الافعال او افعال الحركة يبقى انا اختار اثري والله اختار افري اكيد طبعا اختار ايه اختار اثري يبقى اختار صونو بتوتو مش هقدر فينيرة اكت الافستة دييري الحفلة بتاعت ايه بتاعت الجملة رقم تمانية بيقول راجعة سي طبعا العام الماضي دي علامة على الماضي فتلقى انحاجري الغي الاختيار نوميرو تشي واختار من بين بقية الاختيارات اول حاجة راجعة سي ده اسم جمع وبعضي يبقى 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 حاجة من اتنين لو هاختر الفعل المساعد اسرة هيبقى سي ت ولو هاختر الفعل المساعد افار هيبقى افات فانا تفكيري ما بين سي وافات طيب في سي وفي افات يبقى انا هنا بسأل سؤال تاني يا ترى دوفوتو اللي هو فعل دوفار بياخد الاؤزل ياري اسرة ولا افار وطبعا هو بياخد الفعلين على حسب الانفينيتو التالي على حسب المصدر التالي يبقى هنا انا هاخد رأي وكمبراري هو مش من الافعال اللي بتاخد الفعل المساعد اسرة هي من الافعال اللي بتاخد افار يبقى انا هاختر الاختيار الاخير وطبعا ما فيهوش تبعية لان التبعية دي او الاكورد وتبقى مع الافعال يبقى هلهم راجعت يعني انتو كان لازم تشتروا بيت جديد السنة اللي فاتت واعتقد كده السؤال بتاعنا بتاع الجراماتي هو كمان خلص احنا كده هندخل على الجزء بتاع الا ايميل والتيمة اللي هو الجزء اللي احنا بنعمل فيه التحرير بقى او الكتابة طبعا جزء الكتابة عندنا متقسم لسؤالين السؤال الاولان اجب على الايميل التالي وما تنساش او نفراز احنا عندنا طلبة كتير بتفاصل في الموضوع ده سينيور تقول لي لازم جملة كاملة لازم جملة كاملة اه طبعا لازم جملة كاملة عشان انت تضمن ايه تضمن درجات السؤال ده بالزبط هنا الايميل بتاعنا دايما بيبقى في جملة في التحية وبينهي بسالوتي تحياتي وفي جملة في التحية والاسئلة المتاحة اذا كانوا سؤالين او تلاتة على حسب الامتحين بتاع نبتدي يا سينيور اول سؤال شاو باولو اهلا باولو سالوتي انا يبقى انا كتب الباولو بتقول ايه او جي ايه الكمبيانو دي الويجي النهاردة عيد ميلاد الويجي دي الجملة الخبرية او الجملة المقدمة يعني اللي هو ايه بيفهمك الموضوع كله عن ايه اول سؤال كي كوزا ريجال يامو اللوي ماذا هنهديله هنجيبله اهدية يعني السؤال الثاني كومي عندي يامو دالوي هنروح ازاي عنده بايز وسيلة نوصل لطيان السؤال الثالث اكي ورا كمانش اول حاجة طبعا الفورما بتاعة الايميل ما ننساهل بنكتب زي ما هو كاتب كده بس بنعكس الاسامي لان المفروض هنا انا بعت البولو فبولو هيرد على انا فنقول لها ونبتدي نرد على جملة جملة بلاك كوزا ريجال يامو طبعا حلو قوي الفعل اللي اخر ايام وده انا بعتبره هدية للطالب لان احنا ما بنغير هنجيب له ايه فول هنجيب له ونقول اي هدية من الهدايا مثلا رجال يامو حنجيب له مثلا طب هنروح له ازاي اول ما بشوف الفعل الا اخر ايام وانا بفرح لان انا مش هعمل حاجة مش هغير الفعل هنروح له ازاي يبقى انا عايز وسيلة مواصلات وانساش ان وسيل المصطلات بتاخد حرف الجر ان ان وطبعا ولو كانت ارتكولاتا تاخد ايه فهنا هقول ان ديع مدلوي ان ترين ومسلا هنروح له بالقطر او ان ماركنا بالسيار او ابي ماشي السؤال الاخير بيقول في اي سعب تبدأ الحفلة فانا هعكس الجملة بتاعتي وحقول ان الحفلة بتبدأ ودايما لما بسأل بقى كاورة بجاوب ومعها رقم زائد رقم فهقول الهفلة هتبدأ في الثامنة وفي الاخر تحياتي باولو كده اعتقد يبقى كده الدنيا تمام يا سينيور في الايميل هتديني الدرجة النهائية او لأ اه طبعا هتديني الدرجة النهائية وكل طالب طبعا هيجاوب بنفس الطريقة اللي السينيورة شرحتها دلوقتي اكيد هياخد الدرجة النهائية في السؤال ده وبعد كده السؤال الاخير في الامتحان بضل يا سينيور اخر سؤال يا شباب عندنا ده التيمة بقى بيقولك اكتب ايميل من 20 25 كلمة ويا ريت ما يقلوش عن 20 كلمة يعني حتى لو انت عايز تزود فوق 25 كلمة تمام اوكي بس ما يقلوش عن ايه عن 20 كلمة بارولي وزندو مستخدما يلي من تداتي او العناصر المعطى العناصر اللي هو بيدها لك هو بيقولك ايه بقى الموضوع بيتكلم عن ايه بيقولك ركون تحكي التو اميكو بيترو احكي الصديقك اللي اسمو بيترو بركي لي نون سي بنوتو اللي سوا فاستا دي كوملي عنو لي ما قدرت تشتيجي او لي ما جيتش لحفلة عيد ميلادو بركي نون سيف نوتو اللي فاستا لي انت ما جيتش الحفلة احنا هنا هنكتب ايميل يعني الموضوع بتاعنا مش هيبقى تيما مش هيبقى باراجراف جمال عادية احنا هنكتب الايميل ده نسطر كده ونكتب هاي وباي باي زي ما عملنا فأنا برضو هقول هتشعو طب هو هحدد لي قال لي اكتب ايميل لبياترو هنقول هاي بيترو وهدخل في الموضوع على طول الموضوع اللي هو محدد ولي ان انا هكتب ايميل اعتذار هكتب ايميل لبياترو واقول انت ليه ما جيتش الحفلة او انا ليه مجدش الحفلة فأنا بكلم بياترو اقول حاجة هقول اسكوزامي اعذرني سينون صونو بوتوتو عن داريا لاتوافزت دي كمبيلي عنه لو انا ما قدرتش اجي حفلة عيد ميلادك وحبتدي احكيله اللي حصل الجمل دي طبعا انت جمل دي ممكن تجيبها من القطعة بتاعتك جمل سهلة جدا بس هنا طبعا احنا التزمنا عشان اشتري الهدية بير كومبراري طبعا بير حرف جر بعدو فعل مصدر بير كومبراري ريجالو وهقول بالفعل ان انا اشتريت الهدية او كومبراتو مبروفومو ملتوبالو انا اشتريت برفان حلوة وممكن هنا اعمل زي ما هو عمل في الكتاب واقول نوع البروفومو ده اللي هو النوافو دي ميس بينك المركة الجديدة بتاعت ميس بينك وبعدين كمان اللي حصل سنو عنداتو اللي فرماتة روحت اللي فرماتة المحطة بير برندر الاوتوبوس عشان يقود الاوتوبيس ولكن بورتروبو للأسف او دي منتكاتو لتزاينو اللي فرماتة انا نسيت الشنطة في المواف كوندنترو توتو دخلها بقى كل شنطة جواها كل حاجة يصال دي الفلوس والشلولار الموبايل وكمان الرجالو الهدية اللي هي البروفومو اللي تجاعتو وبعد ري اتخانقت مع بابا وعالعموم دو معاني غدا عسكولة بكرة في المدرسة تيبارتون عالترو ريجال وحاجب لك هدية اخرى يبقى انا كده كتبت الايميل وفي الاخر حوله صالوتي تحياتي وطبعا مش هكتب اسمي اكيد ده كده اعتقد الايميل كده كامل بتاعنا بتاع صيغة اعتذار بعتذر عن اني مروحتش حفلة عيد ميلاد صديقي تمام كده سنيور تمام كده سنيور احنا كده معانا وقت ان احنا كمان نبتدي نشوف امتحان تاني حتى لو ما كملناهش كله ناخد بعض اسئلة من نموذج اخر لامتحان كامل عشان نبقى قفلنا الواحدة اللي قولة بتاعتنا تماما واعتقد تبقى خطتنا ان شاء الله سنيور في الاسبوع الجاي نحنا نبتدي في اونتا يلا بينا نشوف نموذج اونترو ازعم ازعم النومر ودو وبردو نبتدي بالكمبرنسيون بقطعة الفهم يلا سنيور نبتدي بحضرتك ماشا اوكي يا سنيور القطعة بتقولنا يا شباب اقرأ النص القاتي اييري امبارح استاتو الكمبليان دي كيارة امبارح كان عيد ميلاد كيارة يبقى مبارح كان عيد ميلاد كيارة لي افاتو هي عملت ونفست الحفلة بتاعتها في مطعم بيزا كيارة اينفتاتو كيارة عزمت او دعت مولتي اميشي اصدقاء كسيرون كتير من الاصدقاء كأنو بورتاتو اللوي اللي جابولها او احضرولها ونساكو دي ريجالي كسير من الهدايا ساكو دي ريجالي ساكو هنا زي مولتي زي تانتي بمعنى كتير دينو اريجالاتو دينو قبلها هديا او هدي دينو una ماليتا ماليتا اللي هو تيشرت كي بياتش مولتو كيارة اللي عقب كيارة جدا باولو 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 جاب انجوكو دي سوشيتا لعبة اجتماعية الالعب ورقصو فوري كازا لان كانت الحفلة عزمة صحابها في البتسيرية يبقى كان الدارة دارة يعني يقيم حفلة عيد ميلاد هي اقامة حفلة عيد ميلادها فوري كازا خارج المنزل والسؤال رقم ثلاثة بيقول لي باولو اكومبراتو لسوري جعلو هو اشترى الهدية بتاعته منين هو لما اتكلم عن باولو قال ان باولو ابرتاتو انجوكو دي سوشيتا اشترى لها جوكو دي سوشيتا اللي هي الالعاب الاجتماعية او المجتمعية دي ودي اكيد مش بتتشترى من الجوليرية اللي هي محل الجوهرات ولا البروفمورية محل البروفنات ولا من النيجوتي لان ده محل الملابس للجهزة اكيد اللعبة هنشتريها من اللي بريرية او كمان في كلمة تانية اللي هي كارتوليرية محل الادوات المكتبية والسؤال الاخير في القطعة بيقول لي كي اا انفيتاتو لياميتش اللا فيست من العزم الاصدقاء على الحفلة طبعا هي عملة الحفلة بيتها وهي العزمة اكيد القطعة الاولانية بالنسبة للمتحان التاني ودلوقتي هنشوف الاسيكوندا او النص التاني وده عبارة عن ايميل برضو حضرتك تقدمه لنا وانا جاوب الاسئلة سينيور ولا ايه رأيك ماشي اوك يا سينيور ماشي الايميل بقى يا شباب طبعا اهم حاجة في الايميل ان انا عرف مين اللي كاتب او مين اللي بيتكلم في الايميل وكاتب اللي مين يبقى اول حاجة تشاو الاسيا اهلا الاسيا وتحت سلوتي كيارا يبقى كيارا كاتبال الاسيا بتقول لها تو اي بنساتو الريقال دي باولو هو انت فكارتي في الهدية بتاعت باولو الاسيا اي انا انا مين انا كيارا دينو جوليا انا ودينو جوليا ابيامو كوالك ايديا عندنا افكار او عندنا بعض افكار ما نونا بيامو انكور دي بس احنا لسه ما قررنوش اونا نون انكور زي كده لسه او ليس بعد او نوي احنا عايزين كمبرار نشتري قوالكوز دي بارتكولار عايزين نشتري لها حاجة مميزة حاجة عملية كده تستخدمها يعني فرس لعبها جمعية او لعبها مجتمعية اللي هي زي بنك الحظ زي ما احنا قلنا اسمها ايه بقى كيس كياما اللي اسمها بيانيتا هوليود اسمها كوكب هوليود او او بارفان جديد اي اي وايضا في المحل بتاع السيديهات تشي النوو تشدي دي تتسيانو في السيدي الجديد بتاع تتسيانو احنا هولنا تتسيانو فيرو ده كانتانك فاموزو او مطرب مشهور يعني ساي انتي عرفة بياتش tanto باولو انتي عرفة اني باولو بيحبو جدا يعني او قولكوز سو لجينما او حاجة بقى تخص السينما او حاجة عن السينما يعني او un dvd forse ربما يبقى اي يبقى dvd دينو vuole كombrare دينو عايز يشتري un profumo عايز يشتري parfum novo di Dolce Gabana الجديد بتاع Dolce Gabana Dolce Gabana di برضو مركة italية مشهورة حتى في مصر هنا في ناس كتير جدا بيستعمل هه يعني جوليا وجوليا vuole كombrare il dvd و جوليا عايز تشتري lha dvd كزي هكذا ايو penso di كombrare il cd انا بكدا بفكر اشتري lha il cd كي dici ارأيك alessia يا alessia او انا بلا ارأي فكرة حلوة saluti طبعا كيارا كيارا هي اللي بتكلم بتاخد رأيها اذا كان lgd حاجة حلوة او لا لان جوليا هتشتري lha dvd اول سؤال هنا بيقول هي كيارا عايزة تشتري الهداية المين اصلا طبعا abaolo هي عايزة كلهم بيفكروا في هداية عيد ميلاد باولo طيب abaolo بياجتش طنط باولo بيعجبوا كتير ايه او بيعجبوا جدا ايه هما قالوا ان هو بيعجبوا جدا المغني او اللغنى لما قالت في السطر يمكن الرابع قال ان هو بيحب تيتسيانو فارو لانه بيعجب جدا باولo والسؤال الرقم 3 بيقول كوزاف والي كومبراري جوليا اا باولو جوليا عايزة تشتري ايه باولو جوليا عايزة تشتري لو كوالكوزاس والتينيما شيء من اي محل كيارا تقدر تشتري الـ يا طرد الـ بيتباع في الكروفومورية في محل البرفانات اكيد لا في البيبليوتيكا الاختيار الاخير البيبليوتيكا ده جماعة اللي هي مكتبة الاطلاع مكتبة القراءة مكتبة زي مكتبة المدرسة مكتبة الجامعة مكتبة اسكندرية ما بيتبعش فيها كتب وكمان اكيد القديم مش هيتباع في النيجواتسيو دي محل الملابس الجهزة اكيد هيتباع في النيجواتسيو دي ديسكي محل ديسكي اللي هي الاسديهات بتاعت او الشرايط كده احنا حلينا القطعتين وكمان عندنا اعتقد يعني 3-4 دقايق نقدر نحل فيهم السيطواتسيوني المواقف بتاعة الازامة نوميرو دو اول موقف بيقول لي انا حليتها قبل كده ديسكيو سينا طبعا اه ماشا يعني النهاردة ايه يا شباب النهاردة يعني كده بسأل عن ايه طبعا انا كده بسألك انديكو التيمبو بوضح الوقت لا انا عايز ده سؤال اصلا يبقى دي ما تنفعش ولا كيادو التيمبو بسأل عن الطقس هنا بمعنى الطقس لأ طبعا برضو ده مش تقص ولا تشي كيادو الجورنو دي او جي بسأل عن اليوم بتاع النهاردة اه طبعا ده بسأل عن اليوم بتاع النهاردة ولا دي كيادو لدا بسأل عن التاريخ اه طبعا كده برضو بسأل عن التاريخ ولا ايه اخر واحدة دي طبعا ما تنفعش خالص اللي هو انديكو لدا بوضح للتاريخ يبقى انا كده اختار ايه هختار تشي واختار دي اللي هو كيادو الجورنو دي وكيادو لدا الرقم اتنين كوندو انديكو لدا عنده هنا بأشير احنا فوق قمنا كيادو اسأل فدورنا على صيغ يعني عشان في صيغ سؤال فدورنا دايما على كلمة كيادو لكن هنا انديكو ووضح او اشير اللي ضعت الدي التاريخ يبقى انا مش عايز سؤال اي سؤال انا هلغي انا لغيت الاختيار او او ايه ايه اذا انا انا مش فضلي غير اختيارين فعلا لما اقول الو جي ايه النهار ده الاول من يناير او 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 الموقف رقم ثلاثة سينيور نوقف رقم ثلاثة الو 21 مارس يوم 21 مارس ديكو الماما هولي الماما طبعا كل سنة وكل اماتنا طيبين يوم 21 مارس ده ايد الام في مصر عندنا فهنقول ايه هنقول عام سعيد ولا عيد ميلاد سعيد ولا عيد سعيد ولا عيد حب سعيد ولا عيد ام سعيد ايه انا اختار واختار ايه اللي هو بونافستة عيد سعيد وبونافستة دي للماما وعيد ام ايه عيد ام سعيد الموقف الاخير واعتقد انه اخر حاجة معنا النهار ده كمان عندما اشير الى او 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 التام التقس او الجو اكيد اختيار الاولاني مناسب لما اقول الجملة الاختيار التالت المحل بيفتح الساعة تسعة انه ده موعد وكمان لما اقول الترين واريف على الساي ده برضو ده اوراريو موعد وفرص بيان عنك بياترو دي كانت بتعبر عن الدو بيو دي من المواقف اللي كانت عندنا في التر الاول احنا هنا وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا النهار ده شكرا وتحت طبعا اشراف الادارة العامة للتعليم الالكتروني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته